اسم الدرس أتعرف الدائرة والقرس الدائري أستحضر أولاً تتوسط ساحة العلم مدرسة المنارة وتتكون من أربعة أحواض وقاعدة العلم الرسم الموالي يمثل هذه الساحة والمستقيم سين محور تناظر لها أرسم الحوضين الثاني والرابع المناظرين على التوالي للحوضين الأول والثالث الإجابة باتباع خطوات الشبكة نقوم برسم الحوضين الثاني والرابع لنتحصل في النهاية على الرسم التالي أستكشف ثانياً غرس التلاميذ على محيط قاعدة العلم ثماني نباتات ورد كل واحدة لها نظيرتها حسب المحور سين ألف ألف باء جيم دال هاء مواقع بعض هذه النباتات ألف أتم رسم الشكل الذي أتوقعه لهذه القاعدة إذا كانت جميع النقاط التي تنتمي إلى محيط هذه القاعدة لها نفس البعد عن نقطة من قطعة المستقيم ألف هاء ما يكون شكل هذه القاعدة؟ الإجابة في هذه الحالة يكون شكل القاعدة دائري أتم رسمه الإجابة أصوغ تعريفاً لهذا الشكل وأعرضه على أصدقائي الإجابة الشكل يقطعه محور تناظر والنقاط المتناظرة المرسومة على حدود هذا الشكل الدائرة لها نفس البعد عن نقطتي تقاطع المحور سين مع الدائرة جيم قام العام مسعود بغراسة أنواع من نباتات الزينة في مواقع أخرى من قاعدة العلم ألون جميع النقاط التي يمكن أن تكون مواقع لهذه النباتات الإجابة ماذا تسمى المنطقة الملونة؟ الإجابة تسمى المنطقة الملونة كرس الدائرة هي مجموعة نقاط لها نفس البعد عن مركز الدائرة والذي تمثله النقطة ميم فتكون خطاً مغلقاً القرس هو خط الدائرة والمساحة الموجودة داخل هذا الخط الدائري بحيث أن محيط القرس هو نفسه محيط الدائرة أتدرب ثالثاً ألاحظ الرسم ثم أكمل بتنتمي أو لا تنتمي مستعيناً بما استنتجته في التمرين السابق النقطة باء إلى الدائرة النقطة ألف إلى القرس الدائري النقطة ميم إلى القرس الدائري النقطة ميم إلى الدائرة النقطة جيم إلى الدائرة الإجابة رابعاً ألاحظ النقطتين ألف وباء أخذ ورقة بيضاء وأعين عليها نقطة ميم الإجابة هذه النقطة ميم أخذ البركار وأقيس البعد بين النقطتين ألف وباء أرسم على الورقة البيضاء دائرة مركزها ميم محافظاً على فتحة البركار الإجابة أعين على الدائرة نقطة سين ثم أرسم القطعة سين ميم الإجابة أعين نقاطاً أخرى على الدائرة ثم أرسم قطعة المستقيم التي تصل بينها وبين مركز الدائرة الإجابة أقارن قطع المستقيم وأستنتج الإجابة نلاحظ أن قطع المستقيم كلها متقايسة ونستنتج أن كل نقطة تنتمي إلى القرس الدائري لها نفس البعد عن مركز الدائرة وأن كل قطعة من هذه القطعة تسمى شعاعاً خامساً أرسم دائرة دال قيس شعاعها بالسنتيمتر أربعة الإجابة أعين ألف وباء على الدائرة الإجابة أرسم قطعة المستقيم ألف باء الإجابة الإجابة أعين نقاط أخرى على الدائرة دال ثم أصل بين كل نقطتين الإجابة نضيف مثلاً نقطة نسميها واو ثم نصلها بالنقطتين ألف وباء ماذا أسمي قطعة المستقيم التي تربط بين نقطتين من نقاط الدائرة؟ الإجابة نسمي قطعة المستقيم التي تربط بين نقطتين من نقاط الدائرة حبلاً أحاول أن أرسم أطول حبل في هذه الدائرة الإجابة لنتحصل على أطول حبل ممكن لهذه الدائرة نقوم بتمريره من مركز الدائرة ونسميه سينصاد لهذا الحبل خاصية أحاول أن أجدها الإجابة سينصاد هو أطول حبل في هذه الدائرة ويمر من مركزها يعني أنه يساوي ضعف الشعاع ماذا أسمي هذا الحبل؟ الإجابة نسمي هذا الحبل قطراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر